اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في توقيتات معينة كل واحد يمكن كان توقيتي قبل المباراة على طول بيوم ايومين بس يعنينا دائما مباراة انا المباراة دي بتبقى مهمة بالنسبة لي بحب ان يكوني التركيز عليها اكتر ويكون اهم من اي حاجة تانية فطبعا فضلت ان انا اختار اليوم السبت اللي هو تاني يوم المباراة على طول والحمد للهiant كان عندي صافة الحمدالله وفي جانب الصافة كان فيه تفاول ان نادي الاهل هيكسب ويكسب بالنتجاء كبيرة كمان ما أنتSA قلت لله انه نحن نفرح قوي له انتأش قوي دي كان لأ احد بالنتجاء كبيرة لا الحمدالله هي بديها اسباب عملية ونفسية يعني أسباب العملية أو العلمية ان انتت كنادي اهلي الحمدالله كفريق كورا في وضع مستقر في لاعيبة عندك افضل لاعيبة في مصر وفي أفريقيا في جهاز فني على مستوى عالي في دارة ملف الكورة على أعلى مستوى في النادي الأهلي باحترافية كبيرة سواء من لجنة التخطيط أو بإشراف رئيس النادي يعني منظومة ماشية بشكل يديك السقة ويديك الطمأنينة أنا ما أحسب أشبه المباراة يعني ممكن يبقى في المباراة وقعت فيها شوية مباراة تانية عاليت فيها شوية لكن تحسب بالشكل العام فطبعا يعني كنت واثق لدرجة الخمسة دي بقى الحتة النفسية بقى أن إحنا كان عندي جزء طمأنينة نفسية أن إحنا المباراة دي كنت متفائل قبلها بشكل قوي بقى فيه شواهد كده بالنسبة لي يعني أنا والدتي ودي أحلوها كبيرة جدا جدا يعني توقت تبكتورة مالك الفحابي واحدة وستاذة علم اجتماع وشديدة الانتماء لنا أنا جنبها ما فيش خالص فكور يعني على درجة ما بقيتش تتفرج لأن يعني بتتشد صحيا ما بتقدرش تتبع المباراة نفسها تعرف نتيجتها بعدها فهي دائما بتيجي قبل المباراة مثلا تبقى عندها إحساس إيه طب إن شاء الله الماتش ده أنا همتطمنها الماتش ده الآن فهي فعلا جات لي مع ثقة بقى أن الحمد لله الملف ماشي بشكل عملي مزبوط وعلمي مزبوط أن النادي الأهلي المباراة هيكسب بفرق سكور كبير سكور كبير قلت لي كده قبلها بيومين ثلاثة فدي مع الحتة اللي كانت عندي حسيت بإيه وطبعا في الأول في الآخر كله بتاع ربنا أنت بوك تبقى متطمن من كل نواحي ومحصلش توفيق فالحمد لله كان فيه التوفيق كان حلفنا فجيت قلت الحركة إيه خلينا أنا هاجي السبت أنا هاجي السبت وحتى أنا زمالي معايا في القايمة وفي المجلس يقولي طب إنت بكرة رايح هتعمل الحلقة يوم الماتش ربنا يسهل النهاردة قلت له إن شاء الله ربنا يسهل وبكرة تبقى حلقة جميلة وهنحتفل كلنا مع بعض كنت متفائل إنت برقم خمسة أكمل المباراة وبخمسة آه دي بقى جات كده برضو من عند ربنا يعني الترتيب بتاعنا ده إحنا مش بنختاره آه هو بيبقى أبجادي يعني بترتيب الأبجادي لكل توصد الترتيب في قيمة المرشحين في قيمة المرشحين بشكل عام قيمة المرشحين محمد سراج الدين رقم خمسة آه يعني في المرشحين وعضوية مجلس الإدارة طب يا ردا كنت ستة أو سبعة الدورة الجاية بات شاء الله طيب عموما ألف ألف مبروك مبروك لكل أهلوية مبروك هذا الاستقرار الرائع للنادي